المخي ده خلاص ما رأيك أنام يدوووووو Stella ما صورم نفسي أني حط البنزة زبقية وأنا بيبي ما صورم نفسي أنا نبينل في بيبيت أنت حبيت اكتر في حياتك؟ قايش الآيلة أنا بس أقول اطلقت خلاص أنا عسل trips للمرة الأخيرة، كم مرة تجوزت في في عم؟ يا عم، أتجوزت مئت مرت دي مشكلة هتقول الربنا إيه؟ فتاعت التربة بتاعتي وقالت له جهزة عشان أنها هجي لك هيديكي ويهديكي الكلام ده يتقلل الناس الفلتة أنا مش فلتة أنا هرقصة لأمولوكه رسال عالم يعني الرقص حلال أم حرام؟ يلا بقى ودي تقفل المفردامج على كده لأني مش هقولك أهم منه نورتي عندي سؤال فف العسل مبروك على البرنامج الحلو ده بدي سؤال ولا عاوز سؤال عندي سؤال عندك سؤال قول يا حبيبي خايفة من سؤال معين؟ لا 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 يلا عين في عينك ده عشوقتك على طول أنا أحب أنك تكون جوهد يعني جوهد ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ أخضر ولا أحمر؟ كورة الله عشان الاسترس الاسترس ده؟ للعصب؟ أه خلي بحضة لأن الدكتور كان يدهوني ده للعصب طيب هتهم لي ده حلوين اتنين عاوز اتنين؟ اه انت ليه خدتهم حلوين انا بخلي واحدة معي واحدة معاك طيب اوكي يال خلي تجي خلي تجي اه عملة استرس كتير بحياتك هالفترة؟ كان عندي استرس جامد قوي من شو؟ آآ فجأة لقيت آآ انت عارف الكورونا طبعا كورونا كانت بالنسبة لنا أول مرة بقول الكورونا بالنسبة لي بس أنا جسم ضعيف ما بس أحملش الكورونا خالص وقعدت ثلاث سنين ما دخلش حد البيت خالص وروحت عيد ملد الهام شهيد وخدت كورونا هناك ورجعت حارت تسعة وتلاتين ونص فكان عندي استرس فضيع من الموضوع ده بعدها رحت فتعت التربة بتاعتي وقالت له جهزة عشان أنا هجي لك اه لا لا عمار بيدي اللي يعني بس خفت قوي قوي بعيد الشارع عن قلبك الله خليك يا رب الحياة بتلبق لك الله خليك وان شاء الله ما بيسيبك إلا كل خير يا رب يا رب رحقول على إيدك اليمين أبرز دروس علمتك ياه الحياة لا الزمن علمني كتير قوي أنا أصل وغض شهادة الحياة مش شهادة البناء أدمين العادية اللي كل الناس بتاخدها أنا خدت يعني 20 سنة يعني 40 سنة بشتغل بشتغل لوحد بطولي الدنيا دي غول يعني كنتش تقولها تاكلك علمتك إيه الحياة بعد علمتني بقى إزاي في حاجة كتير قدم طبات إنت بتمشي سيئة عربية فبتوع في مطب تخلي بالك من المطب التاني ما هو مش ممكن كده هتفضل تنزل في مطبات بس بننزل في مطبات وبتعلم منها وما تأمنش ما تأمنش لا لا نجومية أفلام سينما مسلسلات مسرحيات شو بعد ما حققت في في عبده بسم الله ما شاء الله يا قيس أنا سميت عليك عبد الحالة أنا عايز أقوله إن أنا بدايتي كانت بطاية قوية جداً في فيلم الرسالة مع أنتون كوين ويرين باباس مصطفى العقاد كمان ومصطفى العقاد الله يرحمه يا رب المخرج العربي العالمي حاجة تانية إن أنا طبعاً روحت مهرجان كان كمدعوة وكنت موجودة كفيفي عبد الراكسة غير كده اشتغلت فيلم في إيران كان فيه نجوم برزيج جداً طبعاً مهرجان كان عادت مع إليزابي ستيلر وسيلف السر السلوني يعني بالنسباي قوي قوي أنا يعني مريت بحاجات بتقولي حققت كل شي بحياتك طبعاً طبعاً ومازال لسه عندي عندي المزيد أنا ما عنديش ستوق أنا بحب الجهيدة على طول بحب إن أنا يعني على طول ما هيبارة على طول أعايز أشتغل على طول أبقى موجودة على طول أبقى أشوفي الناس أدي الطاقة للناس بخريف العمر الحلم كيف بيبقى شكله؟ الحلم أنا مش بعمل لبكرة لأن خلاص يعني أنا شفت كل حاجة بس أنا لما دلوقتي بقول وبعدين في بكرة بقول بعدين في بكرة وأنا متضايقة جداً لأن أنا مريت كل الوقت اللي أنا عايزة عايشه عايشته في الشغل دلوقتي أنا عايزة أكون طفلة طفلة عايزة عايش للحياة اللي ما عشتهيش شو اللي ما عاشتين في فيفا عبدو؟ أنا ما عاشت سني أنا عاشت ست تزعلي؟ طبعاً جداً اليوم أي مرحلة عمرية عم بتعيش في في عبدو؟ الخمسة عاشتين أكتر من خمسة عاشتين أعطى عابدو اللي يقول أكتر من كده أقل بعد كمان؟ لا يعني عاشتين عم بتعيش مراهقة متأخرة؟ عاشتين خمسة عاشتين روحي روحي عاشتين خمسة عاشتين روحي المجتمع اليوم لما بيشوفوا امرأة مثل في في عبدو بيفهموا أي مرحلة عمرية عم بتعيش بيستوعبوا ولا بينتقدوا؟ هم عارفين يقولوا لي عايشي سنك أنا ما عنديش سن أنا سني اللي هو خمسة عاشتين أنا حاسة إن أنا مش حتى مشي خمسة عاشتين البنت الصغيرة اللي بتحب ترقص بتحب تغني بتحب تترج على فنانين بتحب تعيش الحياة ما عنديش يأس لا يأس مع الحياة عندي تطلعات كتير قوي عايزة تجي كتير قوي عايزة على طول متواجدة على طول أكتف على طول الناس شايفيني على طول الناس بتتكلم عني على طول أنا ترند على طول الناس شايفاني شايفاني بالسن الصغير ده إذا بنرجع عشرين سنة لورا أي حلم ما كنت بتأجليه؟ المسرحيات مسجلتاش للأسف وأنا زعلانة جدا على الحلم ده يعني كل ده كان لازم يكون في مكتبتي الأرشيف الأرشيف اللي كمان بقى عاوزها كان أكتر إن أنا كل يوم كنت بلبس خمس فساتين جداد لأن في البداية ما كانش عندي فلوس أشتري هدوم لما كبرت وبقى يعني معايا فلوس إن أشتري فباشتري هدومة على طول ألبس جديد وحب الحياة كده أحب إن أنا على طول لابسة جديدة أحب الناس تتكلم عني فبحب السن ده ما تقوليش أي حاجة تاني غير السن لأ نحن اليوم نمرق على عدة مراحل عمرية كأنه اليوم حلقة أرشيفنا حلوة قوي حلقة دي قوي حنغوص أكتر خليني بطلع اللي في قلبي اللي نفس أقوله على فكرة أنا نفسي أسمعك أنت بتسأل السؤال وأنا برد مليون كلمة بقولها عشان دي أنا عاوز أقول كده في نفسك حاجات لازم تطلعيها صار وقت تحكيها يعني في شغلي يا ما دايقوني في شغلي دايقوك إزاي يعني مثلا أنا أيام قبل ما أعمل كيداهم كانوا أن طلعوا علي أشياء أن أنا بدرب المخرجين طبعا استحال أن أنا أعمل كده لكن بيحقدوا علي وبيغيروا مني فطلعوا علي كده فجال للراجل واحد منهم قال لنا آسف أنا مش عارفة أبيعك يعني قبل كيداهم قال لأني مش عارف أبيعك قلت له خلاص ولا يهمك بكرة تبيعني إن شاء الله يعني بكرة عندي اسمه وبطولات تبيعني بتشكر تفضل العربون بتاعك ومشي وفي جالي واحد تاني عملت معها طوق ناجات جيت جايداهم كنت نمبر وان كان كل الممثلين الكبار موجودين وأنا طلع على نمرة واحد ده معناه إيه؟ إن الضربة اللي ما تموتش بتقويني بتديني طاقة بتديني بوش يقول لي لأ أنت محدش الكزمة ده ما ينتصرش عليك شو سرك؟ سر ربنا والإلهام من عنده على فكرة إلهام من عنده ربنا عملي ده ومتعملهوش مرة كنت محضرة شانتتي أروح أعمل برنامج فعناي غفلت كده ثواني وأنا راح أعمل ببرنامج ده خلاص ومسافرة بره وشانتتي محطوطة وكل حاجة فاضلة على أن أنا أطلع المطار ساعة ونص بالزبط أطلع المطار فعناي غفلت كده فصحوني قالوا لي يلا عشان فاضلة ساعة ونص قلت له مش هسافر ليه؟ ربنا قال لي كده وأنا غافية كده ربنا قال لي ما تسافريش تسافري دي ثلاث بتاعة رامز وأنا كنت راح على أساس أجنبي والرامز بقى عامل عربيات بتتخبط وأجانب وحاجة موت دمار دمار وأنا كنت عامل عملية قبلها يعني ما يمتعش أعمل الدمار ده خالص يعني لولا ربنا قال لي ما تروحيش كنت أنا هعمل إيه؟ مش عادة كنت هعمل إيه مع أنه أنت ورامز كتار الناس ما تشكك بيقولوا متفقين لا 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 خالص أنا بحبه بس مش بحبه في الأجريسف اللي بيبقى فيه بيبقى عنده عنف فضيعة جدا بس تعملته دوبات حلوة آه يعني أولا بتتقل بيه ربنا بحبك ربنا بيحبني الحمد لله عم بتعيش اليوم المراهقة آه خيني أرجع لطفولتك اليوم طفولتي ما كانش طفولة معنى نفسي نفسي أنا بعيش دلوقتي الطفولة بتعرف أن أنا دخلة مثلا في الصور والحاجات اللي في العلميديا بصورها نفسي ونحط البزازة بوقي بصورها نفسي وأنا بيبي بصورها نفسي وأنا بالبيبتة لأني عاوزة دا ما هشفتوش أنا ما عاشتوش لكن لما كبرت بقى ميولي أبقى صغيرة خلاص ما أنا لبست بقى وانبسطت وكل حاجة نفسي فيها جبتاها بيقدر الواحد يعود هيدا المرحلة العمرية في فيه؟ يعني أنا بحاول بس بينه وبينك لا طبعا عمري ما كان الحاجة ترجع تانية أبدا يعني عمري ما ينفعش ما فيهش العمر يرجع تانية بس منحاول ممكن تحافظ على الوقت اللي انت فيه تحافظ على كل حاجة انت فيها بس بالنسبة للعمرية صعب انك ترجع لعمر تانية بدأ ارجع معك لعطيات الطفل الشائية الشجاعة والجرأة اجتك من وان؟ يعني شو هالجرأ اللي خانتك تلك الباسة؟ ما أنا لقيت نفسي وسط النار وما تحرقش المفروض فعملت كده قناع ألبسه ومقاوية شبا حد شقدر علي يعني بقاوية في حياتي وعرف الصرف ازاي ومعايا مية وخمسين موسيكي منهم كل واحد منهم بعاليه شكلة مختلفة هون عم نحكي عن فيفي عبده الراقصة ولكن الطفلة ما الطفلة كنت الطفلة بقا هي الطفلة اللي خلت فيفي عبده مين اللي عمل فيفي عبده؟ الطفلة الطفلة هي اللي خلقت فيفي عبده صح فيفي عبد مكنش تعرف ده كله الطفلة وتفكير الطفلة ان عايزة تبقى يعني مقدرة على كل ده وان خلاص تبقيت متواجدة في ده وبقت الناس تطلبني وعاوز اشتغل فبقى خلاص علمتك الحقيقة انه الزمن غدار؟ اكيد طبعا طبعا الزمن غدار مش عايزة كلامه بس مش الزمن الناس ما بقتش حلو الناس ما بقتش حلو زي الاول الاول كانت الناس طيبة حلوين بيحبوا الشغف بحبهم يعني بحب الناس مع بعضيها مفيش حد مننا بيدايق تاني كلنا قلبنا على قلبه بعض كنا كل اسبوع نتلمي الفنانين كلنا نقعد في بيت حد مننا كل اسبوع فنانين كلها النهاردة يعني الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم دلوقتي كلهم توفوا الواحد ما بقاش فيه نفس ما بقاش حتى الموجودين حد قلبه على التاني شلل حاجات كده ما انت مالكش فيها حاجات مش هتقدت تعملها شلل شلل يعملوا مسلسل مع بعض الشلل استبعدوك ايه؟ كتير طب ليه؟ مش عارفة لأني نكحة يعني انا ما بخش اي حتة شوف الناس بتتلم علي ازاي؟ اول ما بخش اي حتة اي حتة انا لو قعدة بصلي وراحت حتى البيش على وشي من صوتي وانا بصلي يقولولي انت في في عبد وراح مسكدني من كتابي لا ده بتاع ربنا مش بتاع العبد خالص مهما يعمل العبد وربنا عاوز للبنا ادم ده خير هيدي له الخير راح اغوز اكتر بالفن ولكن بعدني بتوفولة في في عبده عن الاب وصورة الاب حبيبي ابويا كان غلبان زي وكل انا شكله خالص شكل ابويا كان ابويا حلو قوي كان الانجليز والاجانب كانوا حبوه او عوزين يجوزوه كان ابويا يمسكني من هنا يشيرني كده ينزلني ويعمللي كده يعني ابويا كان طيب جدا بنا ده طيب جدا بازواجك انت عم تبحث عن صورة الاب طبعا اتمنى زوج زي ابويا ابويا كان حلو جدا جدع طيب وده مهم قوي غلبان قوي يعني عمره بعمل لحد مخالفة بس بس مزواج لا مش مش زوج تزوج اتنان لا اتجاوز التانية من فوق امي بس عشان امي فلاحة وستة عادية مش ستة متطلعة والتانية كانت متطلعة شكرتلك عقدة عندك انه ما بتقبل الرجل يتزوج عليك لا 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 خالص عندنا عقدة كلنا مش بس انا وحتى اخواتي حتى كلنا مفيش حد مننا خالص يا حقيقبل ان واحد يتجاوز لان احنا مرنا بمر مع امي عشان العيشة وزمان كان الفلوس قليلة يعني الاب كان ياخد كبه مسلا ستة جنيه في الشهر متو اتناشر ولد ستة من عاد امك وستة من عاد امك اه فاتناشر بقى ستة جنيه يعملوا لهم ايه ما عشت جوع لا ما عشتناش جوع لا مش جوع بس فقره وكيه يعني قطنوا وصالحنا عايشين فيهم كويس يعني كنا عايشين كده كانت حلوة الحياة اكتر ببساطتها كانت حلوة كانت حلوة حاسة بالطفولة كده يعني التفولة البريئة الاولاد على قد حالهم مفيش تطلعات مفيش تلفزيون لما امي تتفرج على التلفزيون احنا منتفرجش معها ممنوع احنا بنعيش عمرنا بيبي وده حلو جدا ان كل ام بتعايش ابنها ولا بنتها بيبي متعايشهاش متطلقه وعايشها زي القبار بس انتي من ايدك حرقته هايто المرحله ماعيشت البيبي ماعيشت هيدة gly ما ايديك تندم ايه احيانا بندب جدا لان انا معايشتيش حياتي والماد بتعود الندم لا بتطبطب على الندم بس المادة دي مش كله حاجة انا بالنسبالي مش كل حاجة انا بالنسبالي لازم اكون نجحة مش لازم اكون يعني باخد فلوس بتفرشي معي بتفرشي معي الفلوس قد ما تفرم معي أنا بعمل إيه؟ بوصل إيه؟ بس الفلوس هي وسيلة وبتحليك من غدر الناس وسيلة وبتعيش بيها لازم هتعيش من غير فلوس إزاي؟ يعني ما ينفعش إن شاء الله حتى بكت ماني فيفي عبدو بديك اتغمض عيونك اغمض عينيك كده حلم اليوم نفسك تحقق دلوقتي وأنا كده حلمك حلمك اليوم حلمي؟ حلم واحد لأول مرة بتقولي عابلح أرجل كل العذاب اللي شفته وأنا صغيرة واللي أنا عنيته وبتجي من قوله جديد أتخطب واستنى خطيب عشان يجيلي يخدني أو يفسحني يعني عايش بقى السن الجميل ده عشان أنا ما عاشتوش حب الطفولة أو الإعجاب وانت طفلة أو الإعجاب أو الإعجاب ما شبتش حد عجبت بيه لأنه في الطفولة ما كانش في حد ولو ما يبتدي فرصة لحد ولا كنا بتشوف حد لما كانش في حد هيك عجبك لو إنه نظرة يعني اللي بيمره بقى يعني مثل أخو جز أختي حلوة حليوة يعجبني وانت صغيرة وانا صغيرة طفلة بقى كنت ألبس بدوم أختي كبيرة اللبس بتاعها اللي هي كبير بتاعها وانت جوز كنت ألبسه تيجيت لقيني لبس اللبس بتاعها والبدوم بتاعي وكنت أخد الفلوس تقول لي روح جيبي كبدة ولحمة وكده أروح أرقب يوم عجل أقول لا أروح أرقب يوم عجل وأرجع الرجلية متعورة من أنا مطرح العجل وأرجع بيوم ليها إن أنا صرفت الفلوس يعني أول إعجاب كان خي جوز إختك أنت تحبيتي أكتر في حياتك ولا حبيتي أكتر لا تحبيت طبع تحبيت لا تحبيت كتير بقى ده تحبيت بسخاء يعني تحبيت لذرجة إن أنا مش عارفة أدي إيه لكومنتات بتاع الناس والحب بتاعهم وإزاي بيحتضنوني وإزاي بيحبوني لأ 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 عندي عندي رسيط فظيعة من الرجالة من الرجالة كمان رجالة وستات أنا عبدأ الحب بحياتك حب الرجل بحياتك لا كتير أور حبك أكتر كتير أنا بس أقول اطلقت خلاص قلت لأي ملوني عارف العسل وييجي عليه للدبان العسل والدبان أبو الظابتك العسل العسل هما الدبان حدا حبك حب إمتي لك أه لو كنت بالجوزاء قبل محمد شو يعني حب إمتي لك يعني بيغير قوي ما كنتش أبقى فيه في عبدو كان بيغير جي علي جدا 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 وما ينفعش يعني اتحكي ليه على المسرح أطلع على المسرح يقول ليه ليه اتحكي طب ما اللي اللي جايدة عمل ليه أضربه في شو ما مش عارفة عمل ليه يعني ما هو لازم إن أنا أضحك في وش يقول لي ليه اتحكت في الترابيزة دي كنت بتسيريهم أكتر وكده فدك خلاني إن أنا مش خنائك آه لا لا خنائني مش هبه فيه في عبدو كمان كنت خلاص لازم أسيبه لازم أسيبه الحب أول حب بحياتك كان مين أول حب هو ده اللي خنائك اللي أنا سبته اللي خنائني ده صعب الفراء قوي 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 بعد أوقات بتحس كده باللحظات حلوة كنت عيشة معا يعني أنا كنت بحب قعد أنا وهو نسمع مثلاً أغاني جوي رومانسي كده حلو ما عشتوش كان بيسمعك إيه بيسمعني ميادة الحناوي وردة الأغاني القديمة دي كنت أقعد أسمع أنا وهو كده نمبسط أنا دين في جو جميل فالحاجات دي بتيجي على دماغي دلوقتي بقى في مشاكل يعني ما تحسش بتعمل حياة خلاص الحياة كانت وقفت الحب اللي إمتلاك لما قررت أنك تنفصلي عنه هو كان لازم أخد موقف يعني حاجة من الاتنين لبقى فيه في عبده لبقى زوجة عادية في البيت وحاضر ونام وخلاص مباش فيه في عبده لما قررت تصير فيه في عبده وتبقى فيه في عبده خلاص سبته كان لازم أسيبه عيضتي وأنا بحبه جداً عيضتي كتير وبعد أوقات بحنله لسه بحنله ليه؟ بيوحشني بيوحشني كان إيه بالنسبة لقلك؟ بيوحشني أنا دي عشر وحب خب بطريقة ما حستهش قبل كده ده أبو محمد؟ محمد لا ده مرحلة بقى محمد محمد هو اللي حبني أنا مكنش بحبه بس هو قال لي غير هاك لا لا بيهزر مع هاك لا اللي بيقولولك ده هو اللي أنا حصل هو اللي حبك ها طبعاً كان يروح أجيب الدوة في عشر دقايق لبقى وخدني على قد عقلي ومريحني ومش بخليني عاوزة حاجة ويجري يعمل بش عارب ايه اه أنا تعبانة يجري يجيب الدوة من اخر الدنيا ما هتفهمش زي الحمامة كان وكيف أناعك انك تتجوزي؟ طبطو طبطو اللي خليت نتجوزه اننا نعيش في استقرار رايح يعني المخي ده خلاص رايح وينام يدوق خالص يدوق خالص الحب بيجي مع الوقت الحب بيجي مع الوقت والست الزكية تاخد اللي حبها مش اللي تحبه حبيته مع الوقت؟ اه طبعا حبيته كنت بنام على كتبه انسى الدنيا كلها خلاص عاشت كده لان خد اللي تحبه ما تاخدش ما تاخدش اللي حبك خد اللي حبك ما تشجد اللي انت تحبه عشان ده فيه عذاب الرجل بحياتك شو كان دوره؟ كان الحماية؟ كان السند؟ كان ال... لا انا جدعا انا بيه او من غيره عايشة بيه او من غيره عايشة لان انا فيه في عبده يعني انا فيه في عبده اللي هو القوية اللي وقد بتلبس القناعة الجامد ده فما بتخلاش عنه القناعة خلاص اول ما بحط الميكوب خلاص بايت فيه في عبده وانا في البيت بابا امرطه خلاص ست العادية في رجال انغرموا فيك ولكن ما قدروا يتجوزوك بسبب مهنتك؟ لا انا كلهم جوزوه مستشارين يعني مش مش حد اي كلام اللي قبل منه كان مستشار وده مستشار ها عنديش انا متجوزش انا متجوزت مناكز محترمة ليه ليه مش عايز تجوزش رقاصة؟ لا رقاصة دي هي اللي دواخيته وهي اللي خلته مقصلي الست السهلة الرجل ما يحبهاش وبيحب الست المحترمة فلو انا مش محترمة وشافني محترمة مش هيدح عشان ابدا الرجل بحياتك ساعدك لحتى تواصلي هيدا الفكرة انه انا ست محترمة طبعا وما عاملش حاجة الا في الحلال وفي المجتمع عارف المجتمع عارف انا بالنسبالي خلاص انا في رجل تلاقي كلهم كده زي عليا ابتدي اختار بقى مين اللي اخده مين اللي ممكن يقعد عصابي بقى وابش مابش متضايقة وبينرفزني وبيادييني فهو ده اللي بالنسبالي كان الفترة بتيجي كده بس كل الناس في مصر يعرفوا ان انا بتجوز ما اعملش حاجة ما فيك تعيش لحالك بلى رجل لا طبعا وليه عايش بلى رجل اش تعمل الحرة تتطلق وتتجوز وانا عملت اللي بيقول عليه ربنا سبحانه وتعالى طلق وتجوز عايدي فيما لا قدر الله اخر بيوته ده انا في واحد منهم بقى يجري على ورايا بالمسدس بعد ما سبته ليه لانه حصل مشاكل انا وهو بقى يجري ورايا بالمسدس يعني حبوك يا رجال كتير جدا اه طب تهزر ولا ايه انا بدي اعرف لا اعرف انا عاوز اعرف تفاصيل اعرف ان انا بيحبوني اول انا عارف احبوني جدا ليه ست ست جدعة كميلة والناس كلها بيبصوا لها وهي بتاعته هو اخر الليل بتاعته هو لما بتراوح البيت مين اللي في البيت جوزها جوزها بس اه وما كان عنده مشكل انك تلبس بدلة رأس لا ده شغلي وبص عايز اقولك حاجة هو قبل ما يحبني وقبل ما ييجي تقدم لي يقول لنا عايز اتجوزك هو عارف انه بتجوز مين بتجوزش في في عبده في في عبده دي رقصة وممثلة بتعمل كل الادوار وتعمل كل حاجة مفيش يعني مفيش ما يعرضش لان انا في الاخر انا بتاعته هو مش بتاعت حد ده كله التمثيل تمثيل والرأس رأسة مسرح هروح معيك بجرأة اكتر اه هو تعبير مجازة نزلت النار وما تحرقتيش صح؟ اه صح يعني انت لما بترقصي على المسرح ايا اماكن بقى في ناس بتشرب خمر في ناس امرار بتفقد السيطرة كيف حافظتي على مسيرتك وعلى قيمك وعلى احترامك لا ليس كر يروح احسله مني من انا لا انا ممكن اضربه صارت معي صارت معي مواقف محرجة لا ما صارت معي لا ما صارت بكلها السنين فيه في صدق لا 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 خالص انا مش في مكان يعني الناس بتذكر حاجة انا كل الاماكن محترمة يعني انا كله القاندات مصري وكل يعني انا رأس الملوكه رأسه العالم بالبدايات انت امرأة جميلة اه امرأة جميلة يعني اليوم اللي بتطلع بيرجع بالأرشيف بيشوف كنت تلبس بدلة الرأس ملفتة لأ بدلة الرأس بالنسبة لي مش ما كنتش بخليها عريانة لما طلعت وخلص فيهمت لما كنت صغيرة العقل صغير صح العقل صغير مع العمر انت فاهمني لكن لما الواحد بيفهم لا طب انا اقفلها بالعكس انا بجلبية كسرت الدنيا مش محتاجة ان نلبس بدلة الرأس فاهمت ايه لحتى الممنوع مرغوب الممنوع مرغوب يعني انا لما ست تقب في الهوى على اي بحر وطارت التنورة الجيبة يعني تقطارت الرجل يبص فين هيبص على الجيبة هيجنن وكل دا سعرية انا عنده لابسين ميوات لكن الجيبة لما اطير هو عنيه اطير وراها فالممنوع مرغوب انت فهمت ايه لحد اتركت بدلة الرأس واستبدلتيا بالجلبية انا اساسا لبستي الجلبية لما مكانش معايا فلوس اجيب بدلة الرأس اساسا يعني مكانش معايا حميتك الجلبية اكتر مفيش حاجة تحميتني انت ممكن تبقى عريان لكن في عيون الناس انت اكتر واحد محترم انتك انت هيك اه طبعا طبعا ولا مرة حدا تعرض لك لا لا خالص بفلوس الترامي التعليميك لا لا احاولوا كتير قوي طبعا فيه ناس بقى حاولت كتير عملت ايه يعني لا خالص بيعرفوا ان انا مش بتاعك كده خالص انا مرة من الفرح من الافرح صاحب الفرح جري ورايك انا هيموتني بالمسلس سبب الموعيد او الله فيعني بالنسبة اننا احنا لوحد بيقابل مصايب يعني لما بيصير في اغراءات بالحياة كيف الانسان بيمنع حاله انه ينجر ويروح بالغلط لا ده مبدأ بقى ده بتطلع البناء ده مبدأ لا محترم لا لا محترم مفيش ديميس يزون في النص يعني مفيش نص نص ونص يعني انا خلاص محترمة بلازم عايش محترمة يعني انا عايشة خلاص باطلع معجوزي وانزل معجوزي ومعروف اتطلقت كل الناس تعرف ان اتطلقت اتجوزت تعرف كل الناس ان انا جوزت انا جوز منهم اللي انا قلتلك عليه بيحبوا اللي خنقني يعني كنت بشتعل مع واحد مع مخرج كان جاي يعمل لي فيلم ولا في بينه وبين الراجل اي حاجة ولا كده وراجل يعني كان في ظروف في التصوير اللي ده مقدرش تصور يعني اتهمني فيه لما اتهمني فيه شوف العيند بتاعي بقى يعمل ايه اتهمني فيه قلت له اوكي رحت بكلمان الراجل في التليفون قلت له انت تتجوزني قال لي مين ما اتمناش تتجوز فيه في عبدو قلت له طبعا بعد 13 شهر عشان نكتب عدة اه يعني انا بالنسبة لي مع الكرامة مهمة اوي كرامتي وتجوزتي ورجعت رجوزك وتجوزته وقعدت معاه سنتين ورجعت لي التاني دي والتاني كان اه وقبل حب اه وقبل التاني اه طبعا ما يبلش لي مش هو اللي مش هو اللي ده ظلمني وده مش ظلم لما اقول لي واحد ده ايه اختفى ليه هيدا مش تحايل على الدين انه انا اليوم بحجة انه انا تحت الزواجة الشرعية انه بروح من رجل لرجل هل هو هيك الدين حلل الزواج انا ثمان مرات مرة قلت سبع مرات اخر مرة قلت خمسة يا عم اتجوزت ميت مرة دي مشكلة للمرة الاخيرة كم مرة تجوزت فيه في عبدو بحياتها خمسة 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 موة هل المعلنين خمسة موة لا معلنين هو فيه في الخفة مفيش تجوز في الخفة ايه قيس لا لا انا بسأل قيس ليلى ايه قيس حقك لا ده في العلن ده هو شرط الجواز ان يكون في العلن بالاشهار الاشهار بتاع البناء ده من الجوز من هنا ده الاشهار ده مهم قوي ازاي انا اليوم اكتشفت فيه في الرومانسية الحب الامتلاك عمل عميله اليوم بعدك تحكي معه مين لا لا خالص ما شفتيه بعد لا ما شفتوش خالص اذا شفتيه مش عارفة يعني خلينا شوفه وقولك عشان انا بدواتي مش ما معرفش شعوري بايه وليله ولا محمد حاجة حلوة حاجة الماسية ده انت رجل جدا ومحترم وانا بحبك جدا عشرة عمري ولا مرة حبيت من طرف واحد بفهم منك لا على ايدا ما ياخدش غلوة في ايدي يعني لا ما ياخدش غلوة في ايدي يعني انا اتحب يعني انا نخشى ولزيزة لا يعني اتحب انا بسرعة يعني ولا ايه قايسة لا طبعا انا عيوني كلها حب لقلك الله خليك يا رب حسب الحب اليوم ايوه طبعا قدم ارتاحة طاقة حب الله خليك يا رب انت كلك طاقة حلوة استوقفني تصريح لقلك مع الاعلامية هالا سرحان تقريبا من 25 سنة بتقولي فيه انه بعز الشتا كنت بتلبسي بدلة الرأس وبتعذب وبيوقع الالماس من البدلة وبتعور رجلي طبعا ورجع اثار يعني الجدل مؤخرا كمين على مواقع التواصل الاجتماعي الناس ليش استفزة هيدا التصريح ده اللي هو الفرق بيني وبينها ان هي عدم الدفية وانا عادة واقفة عريانة بالفستان او البدلة الرأس يعني طبعا ظلم ظلم بس مهنة مهنة وبحترمة وبحبها جدا مهنة الرأس دي حبها جدا الشهرة عطتك وسلبت منك امور مع ولادك اي لحظات حرمتك الشهرة انك تعيشيها وحرمت ولادك انهم يعيشوها معاك طفلتهم يعني انا بنت من البناتي قالوا لها عمللنا يعني بطلبوا منها ايه اللي عيشها اللي انت عيشها وايه اللي تحبيت في المدارس الاجنبية فقالت لهم انا عاوز اشوف بابا وشوف ماما لاني على طول اولد تايم مسافرين ابوها فعلا بيشتغل مع الامريكان وهو على طول بيسافر وانا على طول بشتغل بالليل فهي مظلومة في الموضوع ده مش عاستعد مع ستها عايزة تبقى مع مامتها عليك ما يمام المايدة دي اهم زي عايزة ماما وابو ظلمتين لأ طبعا كان نفسي اكون جنبهم بس الظروب بقى والشغل وكده غصبا عن الواحد ايام ليه هو كان عما شغوله عنده شغل وانا كان عندي شغل كمان كنتي قنانية في فيه؟ ده قنانية في ايه؟ حبيتي وبديتي شغلك على انك تقضي وقتك مع ولادك وحرمتي يوم من لها اللحظات مش انا ده قدري قدري حاج بيختار قدره قدر ده بيجي قدر او هده بيجي من عند الله سبحانه وتعالى ما فكرت تترك شغلك او تخفف شغلك لتقعدة معهم؟ لا يعني شتوت شهر رمضانة بيقعدة معهم ما بيشتعلوش خالص بس بقيت شغلة مطلوبة مطلوبة ضرب نار علي ضرب نار انا كنت اوصل ان انا اقول العريس جبلي العروسة لو طلقت مش حلوة مش هاجي مش عارفة هتزرله ازاي بحياتك بيفهم منك في في عبده تأتي دائما اولا بحساباتك فيه فيه ده انا غلبانة بفكر في شغلي ده شغلي والتزام ما شغلك جزء منك؟ اه طب التزام ما اقدرش التزام يعني ما ما اقول عيانة ام سخنة ام مش عارفة ايه لازم اروح الشغل مفيش النجومية عوضتلك انك ما تندمي على اللحظات اللي ما قضيتها مع ولادك؟ لا تعودنيش تندمي؟ النجمية اه طبعا منك طبعا ملطانا تب قولي العزة ولها نادي الاتنين بقولهم انا اسفة جدا ان اثرت في حياتي معاكم فعلا كان لازم اكون وقت طويل معاكم بس معلش الشغل كانوا خدني منكو بس انا يعني يعني دولاتي بحاسب نفسي حاسب نفسي متضايق قوي 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 كان نفسي اعود معاكم واعود مع ولادكو امبسط زي اللي حضرت الباضية معاكم انا قاعدة معاكم امبسط جدا الحمد لله كل اللي جابوا ربناك واسف خير وبركة الحمد لله في امور حرصت عليا انك متنقلية من تربية والدتك لألك مع ولادك لا بالعكس امي كانت ست الواحد يفتخر بيا وتربية خلتني انا رب ولادي كده وبالتالي كلهم بيعارفين بس العنف بيتكلموا لا مش العنف ده ماما امي كانت عنف بس رب انف فضيع فضيع فوق العقل مانا قالتين اولادك لا لا خالص انا عمري ما ضربت بنتي من بناتش انا بس ابص للبنت كده بالعيني وخلاص عيني دي تقول كل حاجة امري ما ضربتهم امري لما كانوا صغار كانوا يتعرضوا شي لمواقف يعني محرجة يحلى يعينهم دي بنتي في في عبده او بنت الرئاقصة لا بالعكس ولا مرة صارت لا بالعكس ده بيبقى اصلاهم الحبهم ليه العائلات بتلاقي بيحبي وبيحب ولادي بعدين حاسين بيحترام الولاد الولاد محترمين جدا ومقدبين جدا ومثقفين جدا يعني ما فيش حاجة تنقصهم ابدا فعندهم كل حاجة كواسة انت مكت ضحية للمجتمع يعني ولا اللحظة خليت المجتمع يعاير ولادك بمهنتك عطيت غير صورة للمهنة يلي انت بتقبيع لماذا الرقص؟ قدمت الاحترام يعرفوا ان انا رقصة بس ست محترمة ست بعرفة ربي اولادي وزوزك المستشعر طبعا صار في النظر عن جوزي انا كست كرقصة محترم نفسي جدا والناس كلها عارفة حكينا عن عزة وهنادي في عندك ابنة تالتة ما بتحب تحكي عنها لا موجودة في المدرسة وخلص اقول ايه ما بتظهرية للعلن بتذاكروا كده عندها مدرسة صغيرة خلص بقى ده حاجة خاصة يعني ده رزق ربنا اتبعته لي وخلص الرزق ما حدش بتكلف في الرزق بقى كبرت؟ طبعا الحمد لله بتزورك بتجيل عندك؟ اه طبعا اه طبعا انا مدخلها لمدرسة متكفلة فيها اه طبعا حلوة الحياة حلوة قوي الحمد لله حلوة بس عايزة عيشها الله خليك والله عايزة عيشها عايزة تعيشيها اه والله عايزة عيش الحياة فعلا ليش لما تكتقبي بتروحي للتربة؟ كنت معك كتير قوي خايفة كتير قوي ولما فقدنا التلاتة جالي زعر قلت خلاص الاخرة طلع خلاص دلوقتي الاخرة التلاتة هما سمير ودلالوة وراجع لجداني طبعا يا دي قليلة لا يرحمهم بحقية النبي في الجنة ونعيمة يا رب حتى من الاحداث الجديدة انا ممنوعة اقعد افتح التلفزيون لان الدكتور قال لي لازم تروحي للدكتور نفسي جالي اكتئاب رحت لدكتور نفسي؟ اه رحت لدكتور نفسي طبعا وصف لك ادوية اعصاب؟ لا قال لي انت صحيتك عسن مني قر علي قال لي صحيتك عسن مني انت بس روحي ما تشوفيش ما تشوفيش الحاجة اللي دايك ما تتحياش كل اللي يبسطك افتحيه مش لاقي حاجة تبسطني قاعدة كل الناس كفرانة وبتعيط وكلنا مكتئبين وكلنا ما فيش حاجة تبسط خالص اجيبي اللي تبسط منين عشان زي ما هو قال لي عيشي اللي حاجة لتبسطك بس كنت خايفة من الموت؟ خايفة مش خايفة من الموت انا بالعكس انا شبت طربتي وموضبها وكل حاجة لا يعني ما خايفش من الموت بس برضو نفسي يبقى ديني عمر شوية نفسي ديني عمري لان انا ما عشتوش بصراحة والله كل مركع كده وصل لي اقول له النبي يا رب ديني شوية عمري بس بس تعيشي ايه بعد؟ عاوزة ايه بعد؟ عايزة عيش اكتر من كده يعني عايزة عيش مئة سنة مثلا يعني ليلة ليلة اسماعي عبداللطيف؟ اه ليلة عبداللطيف قالتلي انت تعيشي لغاية تمانين سنة فابلتها في الطيارة بسكتها انا مش عاجة بين التمانين دولم هل من مزيد انا مش عاجة بين التمانين دولم قالت لا خلاص هتبقى تسعين اكتر خفت مني في الطيارة العمر بييد رب العالمين بييد ربنا سبحانه وتعالى طبعا ونعم بالله بس يعني الافية تحكم معها نفسك تعيشي اكتر متدي اكتر مئة سنة اشوف اللي انا بحبهم احبادي عندي وقت كتير اقدر اشوفهم الوقت عمال يجري مني وانا ما بشوفهمش الوقت غدار والحياة تقوم بسرعة اوي على قولة المطربة والفنانة الجميلة جدا انغام اه باغنيتها بتقول هتقول لربنا ايه بعد عمر طويل وبعد الشر عنك ولكن الموت حق هتقول لربنا ايه المواجهة انا متطمنة خالص طول عمري ماشية بما يرضي الله ما ظلمتش حق بالعكس مساعد الغلبان انا غلبانة زي يوم انسانة واضحة انسانة ما بعملش حاجة غلط كل دي حاجات واصف يخليك تبقى متطمن في الحياة لك الروح الربنا العلم عند الله هو يعمل فيه ايه انا راضي بكل حاجة بس يدينا عمر شوية زي ده بس بتمنى يعني حيديك ان شاء الله ان شاء الله حيديكي ويهديكي انا يهديني ومالو انا وجدت للهداية ما اقول لا لا ما تهدينيش كوقة ولا مر روادتك فكرة الرقص حلال ام حرام حرام ليه مش ده شغلة زي ايه حاجة والبليه حرام البليه مش في البليه ده حرام في حاجات كتير حرام لا ولا مر روادتك الفكرة لا لا نجيش في دماغي الحاجات دي ده شغل زي ايه شغل بتعمل الرقص ده شغل زي ما ايه شغل بتعمل لاحترامه وليه وليه ناسه اللي بتفرج عليه وليه اللي بيقدروه بيحترموه لا طبعا قلت انه اذا ربنا اراد رح اتحجب ممكن انت تريدي وتتحجبي هو انا متحجبة طول الوقت يعني الكلام ده يتقل الناس الفلتة انا مش فلتة انا بعتبر ان انا محجبة محجبة ان ما عميش حاجة غلط محجبة انت في سيرة الناس محجبة في لساني محجبة في كل تصرفاتي طب انا مطلوب مني ايه اكتر من كده وزا كان على الشغل فربنا اي وقت يقولي البس الحجاب فعلا هلبسه بالعكس هلبسه انت مستنية ربنا يقولك ولا لازم انت طب انا هقولك بقى يعني انا هقولك حاجة ما قلتاش لحد ابدا انا عاملة خمسة سبعة وتلاتين عمرة وحاجة خمس مرات يلا بقى ودي تقفل المبردامج على كده لانا مش هقولك اهم من دي بجد ودي مقلتاش خالص انا اول مرة اقوله بس عايز اقول للناس ان ما تشوفوش الظاهر بس شوف اعرفوا ان الفنانين دولا ما عندهم حاجات كتير حلوة انتوا مبتقدروهاش بس ربنا بيقدرها وربنا عارف انت بتعمل ايه وبتعملش ايه انا ما كنت بروح ما كنتش بتكلم مع مخلوق ولا اعرف اي حد احط حجابي واروح اصلي صلاتي وارجع واخد اهلي كلهم معي يعني انا عاملة كل العمرات دي محدش عارف الموضوع ده خالص هقولك عاملة ده عاملة دورة قاسة اه عملت دورة قاسة دي نقرة ودي نقرة هو حساباته بقى عنده ويعمل فيها اللي هو عاوز بس انا عملت اللي يرضيني في الحياة متطمنة متطمنة جدا حاسة ان اقابل ربنا انا مستراحة في اي وقت اي وقت ربنا ياخدني انا مستراحة صدق الله يطول بعمري وانا اول مرة اقول لي على فكرة الخبر ده ما قلتوش قبل كده خالص ولا حد يعرفه الحديث بيجيب بعضه لا مش بيجيب بعضه انا نفسي اقول للناس اني ما تبصوش بالشكل الظاهري يعني للفنان صح انتوا بصوا لقلوبهم وبصوا صرفاتهم ناس كتير قوي بيتجور ربنا وعارفين ربنا كويس قوي مش انت بوص اللي عارفين الناس بتظلم المشاهير تظلم بيحكموا عليكم بس من بره بالظاهر ومعاوزين الظاهر بس الظاهر لا الظاهر مش كل حاجة البناة ده من الفنان يعني واليوم لا اليوم انا اقولت لهم الحقيقة بقى قصة حياتك اليوم اذا حدا بده يجسدها مين بترشح اليوم من الممثلات الموجودات على الساحة انه يجسدوا قصة حياتك لا مش هعملها كده انا هطلع واحكيها للناس انا انا هحكي للناس في الصالون عندي في البيت اسمه الصالون اعملها عندي قناعة للميج يعمل فيها ده واعمل قصة حاجة انت ما مع انه اي منتج ياخد قصة حياة فيفا عبدو ويجسدها ياخدها بس جسداش ام انت حيعمل فيها ايه؟ انا احكي انا اقول انا اللي شفت انا اللي عملت ويكون العنوان ايه؟ الصالون فيفا عبدو حياة فيفا عبدو الصالون فيه خبايا اه هادطر الى كل الامور السياسية الفنية ماليش في السياسة انا لا في الدين ولا في السياسة ماليش فيهم بس قابلت سياسيين ماليش فيهم بس قابلتيهم لكي زكريات معهم لا قابلتهم اه بس ماليش دعوا بالسياسة حتى لو عايشة ببيت واحد انا هو هو في حاجة وانا في حاجة انا خالص انا فني صرف انا فنانة بس لكن السياسة ماليش فيها خالص بعيد الشر اذا توفيت قبل ما تعمل صنوفي في عبدو يا لطيف عليك بعيد الشر ايه اللي بتقوله ده حترشحي مين او بتقولي لهم ما تعملوا قصة حياته انا بقول ما تعملوش ما انا بقول لك هو ما يعملوش انا عاملو غير بوجودك بما شئت اللي اعمل بما شئت اللي اعمل ايه رأيك انا معك تسمحي لي ساعدك تعملية اه تسمحي لي كون الشريك اه اوكي خلاص اتمنى الوصية قبل ما انتقل للفن وصية ايه كتبت وصيتك وصيت بقولولهم بالطبيعة الطبيعة كده بقولهم خلي بالكم من بعضوكم انت ملكوش اللي بعضو كده ولادي ولجمهورك هم هم يعني محترمين ولادي جدا الحمد لله رب العالمين والله ده رزق من الله للاولاد رزق من الله اخلاهم ولجمهورك شو وصيتك لانا ولجمهوري وصيتي ان انتو تبدلوا تحبوني تبدلوا تبحثوا عن كل ما كنت بعمله ما تنسونيش خالص انا بحبوكو او ياريت تحبوني زي ما انا بحبوكو الى الفن والزمن الجميل لما بيذكروا نجمات التمثيل بالزمن الذهبي بيقولوا الهامشهين يسرى ليلة علوي وغيرهم وكأنه بيستثنوا اسم فيفي عبدو ليش لا بالعكس انا اذا بحطوه الصورتي ما حاش هتفرج على الفايل خالص ده غلطان انت اه طبعا لازم يحط في عبدو عشان يذكروكو بالبرامج بانك منضم المؤثلات المحدودين بقى واللقمة والبتاع انا ما قاليش جعبيهم انا من الناس كلها بتحبيني ومحبوبة نبيلة عبيد نشحت معك اكتر من ما نشحت مع نجمة كامينا مصر ناديا الجندي وين كان نجاحها اكتر بصراحة يعني معايا طبعا اسئلة اهل الفن ثلاثة اسئلة من نجوم بتحبيهم كتير جاهزة تسمعيهم بعطولك بويس نوت طيب رقم الجمهورية الكبيرة التي حضرت بها مسلسلات الفنان فيفي عبدو في فترة من الفترات لكن بتعدت الفنانة فيفي عبدو عن الدراما بشكل كبير لمدة تزيد عن سبع او ثمان سنوات وحتى مسلسلها الاخير مع الفنانة الشين ريدا لم يحقق النجاح الكافي ولم نجدها مثلا على اي منصة من منصات الدراما في رأيها او نسأل لماذا لم يعني يهتم منتجه هذه الفترة بالاستفادة من جمهنية فيفي عبدو هل الامر يتعلق بتغير ذائقات الجمهور او بان الفئة التي كانت تتابع فيفي عبدو لم تعد الان مهمة لدى المنتجون ام له علاقة ببعض الصحابات التي كانت تواجهها كما يقال داخل اللوكيشن بسبب عدم قدرتها على حفظ الادوار ايه رأيك الناقد الفني محمد عبد الرحمن ردك على سؤاله سؤاله بيقول ان ما بقيتش اشتغل يعني الناس مش عاوزيني انا بالحق انا بالله بتعرض اراكد جدا جدا بتعرض عليها شغل بس مش اي شغل انا احباله يعني لازم حاجة تضيف لي مش تاخد من مرصيدي انا عاوز البنك ده يكبر البنك الفلوس في البنك تكبر او الاعمال تكبر مش هو اي جي ياخد اللي عمل من رصيدي عمل مش حلوة حاجات مش حلوة وحاجات مقررة وحاجات عملتها فمش باقي بل باقي حاجة بالعكس بيعرضوا عليها كتير جدا هو غلطان هو ما بتشوفش طبعا لان انا ده ما حاجات ما بتبهش معلونة صح اه وحددت ما بتقولي اه لا ما بتقولش كمان هو نجم في عالم الاعلام بعتلك منها الفويس يا ستي فيفي يسعد اوقاتك ونورت قناة المشهد اه محمد قلت اوجهلك سؤال هلا محمد هو فكره اني بدي اوجهلك سؤال استفزك فيه او سؤال يكون شوي سخن ولكن انا السؤال بدي اسألك هل بتحبيني اد ما انا بحبيك ده توني توني يا روحي بحبك قوي توني والله تحبيه كتير بحبه جدا حبيبي جهزة لاخر مداخلة من زميلة انا كتير بحبها وفجاعتني لما تصلت فيها اه عارفة مين مين ممثلة مين قولي مين مش عارفة عاطيني احضر احضر كتير يعني اول اسم بيخترع بالك يسرى طيب فيفي عبدو دي حبيبة قلبي دي عنوان الجدعانة والشهامة ست جدعب جد وفي المواقف الصعبة تلاقيها واقفة جنب كل زميلها بحبها من كل قلبي وفي الفن هي عنوان التلقائية يعني فيه فيه جمالها في اداءها انها ما بتعودش تحسب كل حاجة هي بتتكلم بتلقائيتها اه فبيوصل لقلب الناس لانه بيكون طبيعي جدا جدا اه عادت افكر انا ممكن اسألها ايه بس انا مثلا احب اشوفها في نوعية جديدة من الادوار وعايز اسألها لو جالك دور من غير معكياش خالص ومن غير ولا نعمل كوافر ولا اي حاجة انه واحدة مثلا شكلها اه متبهدل جدا او فقيرة جدا مفيش اي جماليات ممكنة يعني اه هل هي توافق تعمل دور زي ده وتنسى نجوميتها اه وجمالها وانوستها واللبس والشياكة والمعكياج والكوافر هل ممكن تنسى كل ده وتنتصر للدور فقط الله 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 الهام شاين حفيفة قلبي الهام اولا ملكة الناس تبقى تمثل طبيعي من غير وبتعمل ادوار جريئة جدا 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 وده مش جديد عليها على فكرة يعني والله لما انا انا ممكن اعمل بس انا عملت قبل كده انا هذكرك الناس يعني ان امرأة واحدة لا تكفي انا كنت من غير ميكاش خالص خالص ولا حطيت ولا نقطة ميكاش كنت واحدة فقيرة وكنت حطة ميكاش خالص ومعنديش ماناة ابدا اني جيلي دور وابقى من غير ميكوب ولا كوافر اعمل طبعا معنديش ماناة بس الدور يكون مستاهل ان انا اعمل ده وانت اخترت السؤال الجميل تقولولي انا بحبك قوي بموت فيك نحنا مطرينك كمان بركب عمل بيجمعكن سوا ان شاء الله ان شاء الله ليش لا ان شاء الله محدش عارف الظروح محدش عارف النصيب ايه في ناس بالوسط الفن عتبان عليهم لا لا خالص خالص انا 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 فكرة لطيفة مع كل صحابي كل صحابي بحبهم طب الفن مع محمد عبدو شو صار صلحته مع فنين العرب محمد عبدو معمليش حاجة اشي هتصلح ولا اتخسر السطوري اللي نزلتيا عن محمد عبدو مش هانا انا ما بقراش انا طلع من تلتة ابتدائي فانا طبعا بتديت ان انا اقوى من الميديا فانا بعد اوقات اجا اكتب بال 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 انه يكتب بيطلع كلام غلط فانا ما شفتش اساسا ايه المكتوب انا مش عارف بنزل وخلاص بتقولي له اليوم صوته صور على محمد عبدو بتقولي لي ده حبيبي ده حبيبي وانا بفتكر اول لقاء معايا وبين زمان كان يقولي انت في في عبدو وانا محمد عبدو بقى اخوات فهو رجل محترم جدا وانا وجيه مصر وطلع رأس غنى معايا وانا برقص يعني مش جديد يعني انا بعرفه من زمان قوي يعني كنا بروح لحفلات يعني عملت حفلتين وانا حفلة معايا انا واحدة نزلت انا بوستر ما كنتش عارف اللي مكتوب عليه هتموتني طب ما عارفش انا المكتوب عليه لو اكيد لو بعرف المكتوب عليه مش هنزله يعني لبقتي مش هتعمل حاجة زي كده اكيد فاكيد عارفين ان انا مش ممكن اعمل ده وبتقولي شيرين هي صوت مصر شيرين حبيبتي دي دي التلقائية اللي زي ده دي بقى اهو مالوموش عليها يعني الانسان دي بتبقى انسانة طبيعة في البناء ادم انه يلاقي نفسه بيتكلم وفيه ما يكونش قصده خالص وهي صوت مصر اليوم طبعا هي صوت كل كل الوقت كل البلاد تلقائية وبتغني لكل البلاد مش بس صوت مصر هي صوت كل البلاد صوت جميل الحقيقة بتحبك وجمهورك بحبك شو بتحب تقولي بختام حلقتنا بقولك انا متشكلة جدا عليك يا محمد بجد انت انسان عارفت تتسرسب مني حاجات كتير جدا ما قلتاش وخدتني بالراحة كده وخدت مني يعني حاجات انا فعلا ما قلتاش قبل كده وكان نفسي اقولي الكلام ده النفس اقوله انا اقولته معك في البرنامج بجد وانا عملت حلقة كويسة ان شاء الله تعجب الناس بالجمهور والسلام مشاهدين وكتبه لكم منتاتكم يعني متعجبكوش حاجة اقولولي كده مش حلو ده حلو انا بمبسط قوي احنا بنحبك كتير واتمنى لك طولة العمر وجمهورك على طول ناطرك بكل شي جديد وانا ببعد التسعين بعد المية كده هتبقي عديتاك دعيلي دعيلي انا بدعيلك يا رب اه يا رب هتبقي لايف على تيك توك عدتكتك على الجن الازر انا شغالة افتكرت في ست صاحبتي اسكندرية اه قالتلي لما تشوفي في عبده هي ما بتعرفش ترقص اه فتبتدي منين انا درس اه ازاي ادل لك الدروس من فين تبتدي ده ده وقت هي مش عاوزة ترقص ترقص لا 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 انا دولا كده ومية بتشرب هنشرج ده رأس رأس الكتف بقى لازم ادرب لازم ادربها كده او كده اي لاوبي يو اي لاوبي يو